كابتن علاء ميهوب كابتن قسام عرابي وكابتن عدل عبد الرحمن وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة اخبانات النادي الاهلي في كل مكاننا من داخل ملعب الاهلي ويعني اخر استعدادات الاهلي لمواجهة فريق طلاع الجيش في مباراة الجولة الخامسة للدورة المصر الممتاز عايز اقولك يعني حضور جماهيري من جانب جماهير النادي الاهلي اللي بتهتف اللعاب النادي الاهلي وكان هتفهم اهم اهم ابطال السوبر ويعني مساندة ودعم كبير جدا من جمهور النادي الاهلي للعابين ومستر مارسل كولر من الامور المهمة جدا انا كابتن أيمن يعني لدى وصول الفريق لأرض الملعب كابتن محمد يوسف وايضا لعاب النادي الاهلي اللي في فريق طلاع الجيش سواء محمود أو وحيد وعربي بدر توجهوا لغرفة خلع ملابس النادي الاهلي ويعني ماشي بيضل على روح الرياضي واحد من أبناء النادي الآلي الكابتن محمد يوسف اللي كان حريص أنه يسلم على كل الأفراد الجزء الفني للنادي الآلي وجميع الموجودين فيه النادي الآلي جمهير النادي الآلي بتنادي بتهتف على اللعبين الحوافز اللي احنا شايفنا عند اللعبين مهمة جدا عايز أكد لحضرتك على بعض النقاط المهمة النقطة الأولى أنه بالأمس كان حضور علي معلول وعودته عقب المشاركة مع منتخب تونس في كأس العالم عاد إلى القاهرة ومن المنتظر غدا بإذن الله يكون موجود في تدريبات النادي الآلي إن شاء الله استعدادا لمواجهة فريق غزل المحلة برضو بطمنك على محمد عبد المنعم ومحمود متولي اللي بيغيب عن هذا اللقاء لكن بطمنك أنهم من ناحية الطبية خلاص جاهزين وهيكونوا موجودين أيضا في تدريبات النادي الآلي غدا استعدادا لفريق مواجهة غزل المحلة عايز أطمنك أيضا على أيمن أشرف اللي من المنتظر ينضم لتدريبات النادي الآلي يوم الاثنين اللي قادم طبعا كان أجرى مجموعة من الفحوصات الطبية برفقة الدكتور أحمد أبو عبلة ما بين النمسا وألمانيا اطمننا من خلال الدكتور أحمد أبو عبلة على الحالة الطبية لأيمن أشرف والأمر لن يستدعي إجراء أي عملاج راحية لأيمن أشرف الأمر كله برنامج تأهيلي موضوع لأيمن أشرف إن شاء الله الأمور المبشرة بالخير إن شاء الله في البرنامج الطبي هينضم إن شاء الله للتدريبات النادي الآلي يوم الاثنين اللي قادم أيضا عمار حمد بطمينك عليه والحالة للطبية خلاص بدأ يشارك في تدريبات للنادي الآلي تقدر تقول يا كابتن أيمن دي كن كل الكواليس الخاصة بالنحية الطبية للنادي الآلي جي مستر مارسل كولر تفقد أرض الملعب أثني على أرض الملعب حاكم اللقاء محمد محمد عادل فيه يعني لدى وصوله أيضا نزل لأرض الملعب وهي أتقم المعاون الجمهين النهاردة إن شاء الله ترسم لوحة فنية جميلة وإن شاء الله تكلل بفوز النادي الآلي بهذه المباراة من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن أيمن شاوي شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح شكرا جزيلا للزميل العزيز